أحببتها منذ الصغار حبا عفيفا مستمر قبلتها بعد السنين وبعد أن طال السفار حضنتها وأنا أقول الله يجزي من صبار أنا إن هجرتك ساعة سألوا مبعدي من هجار إن غبت عني لحظة أحسست عني في خطار فإذا التقينا بعدها فرح الفؤاد بما نظار فبكل محب سيحتمي وينال وقتا من حذار محبوبتي أنت الأنيس وأنت عمري المزدهار يا عزتي وسعادتي يا قوتي عند الكبار بفضل من خلق السماء ومن على كل البشر ثم بفضلك أحتمي من كل شر أو ضرر ولا أحس بأن قلبي قد بدى فيه الخوار دلوت منها هامسا قلت اسمعي هذا الخبر أخبرتها أني أهيم بمسجد الحر الأغر هناك في وطن الحبيب أرى الملاحمة استعر وأرى الغذائل تنتهي وأرى الفضائل تنتشر وأرى البطولة تنجلي بالحق تازه وتزدهر وأرى الطفولة تزدهي وأرى المساجد تنتصير محبوبتي فلتسمعي ولتشهدي هذه الصور طفل صغير مسلمون بالصخر يرمي والحجر طفل يعالج عينه بقذيفة فقد البصر أم تقدم حبها قبلت تصاريف القدر أم تجود بطفلها ليقاتل النجس الأشر أم تخاطب ابنها أبني يئمض ولا تفر والشيخ خضب خده دمع يسيل وينهمر يتلو كتاب الله في جوف الليالي والسحر يتلوه دوما قارئا متأملا كل السوار وشهيدنا يمضي إلى رب ونعم المستقر يمضي إلى دار الغلود إلى المليك المقتدير ليعيش في غرف الجنان الحور فيها والنهار وشبابنا ذاق المرار فما استكان وما ضجر والشعب فجر ثورة بدم ودمع مستمر فجهاده له السبيل ليوم نصر منتظر يا شعبنا لا تبتأس إن الفلاح لمن صبر حزنت وقالت ليتني أحبو إلى تلك الأسر لأعين طفلا معدما لأضيء دربا للبشر لأبيد جيشا حاقدا جحد النبي وما شكار لأميتهم وأحيلهم إلى السعير إلى سقر أنا لست من عشاق ليلى أو بثينة أو سمر أنا لست مجنونا ولا أهوى الخرافة والهذا أنا لا أحب معازفا أنا لا أحن إلى الوتر إني أحن إلى صلاح قائد الجند البرر وإلى إمام فاتح إني أحن إلى عمر أنا مسلم أحن إلى لحن الرصاصة والحجر أنا مسلم أحن إلى لحن الرصاصة والحجر